موسيقى مشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة درنامج صحتك حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الامراض التي تصيب الرجال بعد سن الستين الحقيقة فيه اعراض كتير قوي ممكن تتشابه مع امراض تانية لكن بعد سن الستين نازم نكون حرسين اكتر هنتكلم اكتر النهاردة عن امراض الذكورة هنتكلم عن مشاكل بروستاتا هنتكلم عن علاجها لو احتاجنا لعملية جراحية هل فيه مضاعفات بعد عملية البروستاتا هنتكلم كمان اكتر عن دوالي القصية وازاي بيتم علاجها واللي هيشرفنا النهاردة بالاجابة على كل اسئلتنا استاذ دكتور حامد عبدالله حامد استاذ الامراض الجلدية والتناسولية كلية الطب جامعة القاهرة استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة واستشاري جراحات العقمة والضعف الجنسي للحديث عن هذا الموضوع هيكون لقاءنا لكن هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني دكتور حامد عبدالله حامد استاذ الامراض الجلدية والتناسولية والعقم كلية الطب جامعة القاهرة استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة استشاري اصلاح تشوهات الاعضاء التناسولية واستشاري جراحات العقم والضعف الجنسي عناوين العيادات عيادة الجيزة 28 شارع مراد أمام مطرنية الجيزة بورج سكاي سنتر عيادة مصر الجديدة 2 عبدالعزيز اسماعيل مدان تريومف تليفونات العيادات 0165 22313 أو 010 69 27 321 أو 010 706 77 31 فيسبوك الأستاذ الدكتور حامد عبدالله حامد أهلا بيكم في فرع مصر الجديدة الخاص بيا في مجال الأمراض الجلدية والتناسولية والعقم والحقيقة ده إضافة للفرع بتاع البيزة اللي بيتقدم فيه خدمات متكاملة فيه أمراض الألاج الأمراض الجلدية والأمراض التناسولية والذكورة والحقيقة طول عمري أنا بحب حي مصر الجديدة باعتباره حي فيه تاريخ ولوه عراقة وحي جميل من الزمن الجميل فبرضه حاولت إن المركز الجديد اللي فتحته في مصر الجديدة بالإضافة للمركز اللي في الجيزة إنه يكون متناسب مع حي مصر الجديدة اهتميت في المركز ده بإن العيان يدخل يحس مداخل في بيت جميل من بيوت الزمن الجميل مش حاسس إنه قاد في عيادة فده حيحسن نفسيته ويحسن فرص الشفاء لإنه فيه أمراض كتير عندنا بتهتم جدا من ناحية نفسية بيكون لها دور كبير كل ما يتعلق بعلاج الأمراض الجلدية زي الصدفية زي السعلبة زي البهاء زي حب الشباب كل الحاجات التجميلية الخاصة للأمراض الجلدية زي الليزر والتقشير الكيميائي والتقشير بالليزر والفيلر والبوتوكس كل ده في المركز المتكامل الجديد اللي في مصر الجديدة بالإضافة للأمراض الجلدية فيه قسم خاص في المركز لأمراض الزكورة وكل ما يتعلق بيها كل ما يتعلق بالإنجاب تأخر الإنجاب اضطرابات العلاقة الزوجية فحوصات ما قبل الزواج استشارات ما قبل الزواج الفحوصات اللي بتتعامل قبل الزواج علشان نتطمن على الزوج والزوجة بتوع المستقبل كل ده بيتعامل فيه المركز المتكامل الجديد اللي في مصر الجديدة اللي أرجو أن انتم تشرفوني ويسعيد أن أنا استقبله فيه هذه عيادة الدكتور حامد جلدية وتناسلية وهي مختصة بهو وهي هي كل ما يخص البشرة والشعر والبوتيكس والفيلر وبالنسبة لهو كل ما يخص الزكورة أو ما يخص الرجل فيه عندنا نظام إن إحنا بنعمل لكل بيشنت عندنا فايل وبنضي له رقم للفايل ده بيبقى فيه الحالة بتاعته سواء جلدية أو تناسلية ولما بيجي كل مرة بيتابع من خلال الملف ده طريقة الحاجزة عندنا عن طريق واتساب عن طريق تلفونين الموبايل بيتم إنك بتبعت الاسم واليوم والعيادة اللي انت محتاج تحجز فيها إحنا عندنا الدكتور بياخد عدد معين من الحالات فيفضل إنك تبعت عندنا قابليها بأسبوع للحاجز إحنا بشرفنا وجودكم بالعيادة معانا وبيساعدنا تواجدكم وبيساعدنا نجاح الحالات اللي بتجينا في عيادة دكتور حامد عبدالله من أهم الخدمات بقى اللي تميزت بها هالمركز الجديد دوت اللي في مصر الجديدة واستعنت بيه برضو عملته في مركز الجيزة اللي هو ليسه شغال برضو خدمة اليوم الواحد إيه خدمة اليوم الواحد دي كل ما تعلق بفروع الأمراض الجلدية وأمراض الزكورة لها خدمات مساعدة اللي بيتعب الناس دايما وقصوصا أهلين الأعزاء اللي من الأقاليم إنه ييجي مثلا عنده حاجة جلدية صدفية سعلابة حب الشباب عايز يعمل تحليل طب اعمل تحليل ويرجع يجي يوم تاني واحد مثلا ما بيخلفش عنده تأخر في النجاب أو مشكلة في العلاقة الزوجية عايزين نكشف عنده دكتور نيسا بسرعة يبقى أنت روح بقى لدكتور نيسا وعلى مكتب التقرير يحتني خدمة تالت خدمة عيان عنده حاجة مشكلة عايزين يعمل لها أشعة كل الحاجات دي ده مجنها في مكان واحد بمعنى إن العيان اللي حيجي لأمراض جلدية أو أمراض الزكورة سواء في المركز اللي في مصر الجديد أو في الجيزة لو احتاج أشعة هتتعامل في نفس المركز وتطلع في نفس اليوم لو احتاج تحليل مهم جدا قبل ما بتدي العلاج معاه هتعمل التحليل ويخطلع في نفس اليوم ويعمله العلاج ويروح في نفس اليوم لو احتاج كشف نيسا كمان مع الزكورة عشان يتقى خدمة متكاملة هيتكشف في نفس اليوم ناخد العلاج في نفس اليوم الخدمة اليوم الواحد دي المتكاملة حولت المركز ده اللي في مصر الجديد الجديد زائد المركز بتاع الجيزة إلى مركز متكامل بيريح جدا أخواتنا الأعزاء وأهلينا اللي في الأقاليم اللي بيقوا جايين حتى بعيدا مسافرين وعاوزين يخلصوا كل حاجتهم في نفس اليوم وإحنا عارفين الزحمة والطرق وكل المشاكل اللي بتتعرض لها العيان دي إحنا وفرناها كلها في مكان واحد اللي هو مكانكم جديد اللي منتظركوا فيه فيه فرع مصر الجديدة وفرع الجيزة أهلا بكم ورجعنا لكم مشاهدين أو حلقتنا النهاردة من الحلقات المهمة جدا اللي بنتكلم فيها عن الأمراض اللي بتصيب الرجال بعد سن الستين أحيانا فيه أعراض ممكن تكون بتظهر على بعض الرجال هل الأعراض دي محتاجة لاستشارة طبيب هل فيه أمراض معينة ممكن تظهر بعد سن الستين ده اللي هنعرفه النهاردة هنتكلم أكتر عن البرستاتة وعن تدخل البرستاتة عن طرق علاجها هنتكلم كمان عن دوالي القصية واللي هشرفنا النهاردة ويدينا كل النصائح الغالية أستاذ دكتور حامد عبدالله حامد أستاذ الأمراض الجلدية والتناسولية والعقم كلية الطب جمعة القاهرة استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة واستشاري جراحات العقم والضعف الجنسي براحب بحركة يا دكتور منورنا في صحيتك النهاردة وبنتكلم في موضوع من موضوعات المهمة جدا يا دكتور يعني فجأة كده الراجل بعد ما بيعدي عليه عمر طويل صحيته كويسة ما بيشتكيش من أي حاجة خالص فجأة يظهر بعض الأعراض ويظهر أمراض أو أعراض ما بعد سن الستين عايزين نعرف النهاردة يا دكتور إيه الأعراض المميزة أو المشهورة اللي بتظهر بعد سن الستين عند الرجل هي الأعراض بتبدأ يعني من الخمسين فما فوق وطبعا بتزيد بعد الستين في حاجة طريفة هنا بنقولها إنه إحنا كلنا عارفين إن فيه عند السيدات حاجة هنقول الإسم الخاطئ بتاعها عشان نصلحه بالمناسبة عشان ده بيحدث عند الرجال برضو الإسم الخاطئ لها اللي هو ملوش مقابل طبي في المراجع التبية اسمه سن اليأس سن اليأس طبيا باللغة الإنجليزية اسمه مينو بوز مينو دي لفظ لاتيني يرجع إلى كلمة الدورة الدورة الشهرية بوز زي ما احنا عارفين هو توقف يعني فالتغيرات اللي بتحدث للسيدة بعد الأربعين أو الخمسين اسمها مينو بوز اسمها سن توقف الدورة ده الإسم العلم سن اليأس ده ده أنا معرفش ده اختراع هنا ده الإسم ده الواحدة دكتور إسم الواحدة يجيب يأس واكتئاب لأي سيدة يعني ولو هو الإسم يعني هو يجيب إحباط ويأس للسيدة بس حتى لو هو صح ماشي أمرنا لله قدر لكن المصيبة كمان إنه ما فيش أساسة له مقابل علمي يعني ما فيش حاجة بالإنجليز اسمها سن اليأس سن اليأس ده اختراع فإحنا بنقوله عشان نبطل استعماله اسمه سن انقطاع الدورة سن انقطاع الدورة ده لأن السيدة عندها شيء محسوس اللي هي الدورة اللي بتحدث كل شهر فبتتوقف ما بيحصلش نزول الدم ده الراجل ما عندوش حاجة محسوسة بتحصل عند سن الـ 50 أو الخمسين بس التغيرات اللي بتحدث للسيدة هي التغيرات اللي بتحدث للراجل أنا ما عندش أحسن من حال فبرضو دي نقطة مهمة قوي علشان نزود الوعي في المجتمع الوعي في المجتمع دايما بتبقى أي حاجة فيها نقائص بترتبط بالمرأة أكتر من الرجل فدايما الرجل يقولك لا أنا ما بيجيليش سن يأس دي كتير فدي خطأ من ناحيتين خطأ في التعبير أصلا لأنه خلاص إحنا اتفقنا ما فيش حاجة اسمها سن يأس اسمها سن انقطاع الدورة بس هو بيجي له نفس التغيرات اللي بتحدث للسيدة ليه بقى؟ لأن دي حاجة بمرور للوقت زي الشعر يبيضي كده الهرمونات بتتأثر شوية بعد سن الـ 50 عند الرجل فيبتدي يحس بأعراض شبيهة بأعراض السيدة بالزبط كل الحكاية لأنه ما فيش دورة عنده فهو ما فيش حاجة محسوسة حسن لكن هو بيجي اشتكي منها ومش فهم دي جات من إيه كالقاتي لما نمسك من فوق بيبقى فيه نوع من الاكتئاب يعني بعد سن الـ 50 يلاقي فيه اكتئاب حصله اكتئاب هو مالوش نفسه للشغل مالوش نفسه ينزل مالوش نفسه يحلق دقنه الحاجات الروتينية اليومية دي بيسموها فقد الشرف يا دكتور فقد الشرف أيوان يعني بكتلو أنك أنا فقد الشرف أيوان كده ماشي عايز يتفسح ماشي عايز ينزل بيروح الشغل بالعافية حتى لو راح الشغل بيروح أداء واجب بعد كده بيبقى فيه عنده خمول في الجسم عموما تبتدي حاجات غريبة جدا تحصل نلاقي أن فيه كرش بتادي يحصل تراكم من الدهون في منطقة البطن دي من نقص الهرمون الزاكري يعني الهرمون الزاكري من ضمن الحاجات اللي بيعملها أنه بيوزع الدهون بصورة سليمة بحيث ما تتركمش في المنطقة دي الراجل اللي يلاقي بقى بطنه ابتدت تكبر يحصل تراكم للدهون فيها يبتدي يحصل عنده ضعف في الرغبة ناحية زكته تماما يقول لي لو قعدت بالشهر ما أفكرش في الموضوع ده خالص بيبتدي يحصل تأثر في أداءه نفسه في العلاقة الزوجية يبتدي يدخن الجسم يدخن يبتدي الكوليسترول يزيد عنده الحاجات دي كلها كان بيصلاحها أو بيزبطها الهرمون الزاكري هو بيبتدي زي الهرمون بتاع التبويض اللي بيروح عند الزوجة وبتنقطع الدور عندها هو برضو يبقى إذن لو شفنا الأعراض بتحصل للرجل بلاقي بتحصل للزوجة فيه سنة انقطاع الدورة اللي زي ما اتفقنا خلاص مش هنقول سنة اليأس احنا قلنا النهاردة عشان ما يتقلش تاني فدي شئ طبيعي بمرور الوقت لو الواحد عنده الوعي ان الحاجات دي بتحصل ويروح بيها لدكتور الزخورة يبقى حيعدي الفترة دي ببساطة زي السيدة بالزبط يعني عارفة انه عند قرب انقطاع الدورة كده بتروح لدكتور النسا يزبط لها الهرمونات يزبط لها كل حاجة شوف اي مشكلة عندها يزبطها برضو الراجل لازم بعد سن قرب الخمسين كده او ما بعدها يروح لازم لدكتور الزخورة يتابع معه بالزبط حتى لو شعر بالحاجات دي حتى لو شعر بالحاجات دي يعني فكرة انه حيث انه هو مكتئب شوية مش مكتئب الكرش بتده يزيد ايوان في خمول في ضعف في العراقة الزوجية في ضعف في الرقبة اللي بيبقى باين قوي عنده ضعف في الرغبة وده بيضايقه يضايق زوجته كمان لانها بتبتدي بقى تفكر ان هي برضو لو هي مقربة له في السنة شوية او حتى اصغر منه شوية بتبتدي تحس ان قد يكون ضعف الرغبة ده ناتج عن الطائرات اللي بتحسن عندها برضو انها شكلها كبر شوية ما بقتش صغيرة زي الاول فده بيعقد المشكلة بزبط بيعقدها زيادة وبيخليها هي كمان تتوتر وتبتدي تحس ان فيه نقص عندها معين خلى زوجها ما عندهش رغبة انه هو مظلوم هي ممكن بتبقى فيه بعض التقارات الهرمونية هي اللي عملت كده وساعات لما بيلاقي فيه عنده ضعف في العلاقة الزوجية دي مشكلة تانية بقى حتى لو الرغبة موجودة لما بيلاقي عنده ضعف بيبتدي يتجنب العلاقة بيخاف انه هو ييجي مارس العلاقة ما يقدرش فيتدايق ويدايق زوجته فيبتدي يبعد كمان فالموضوع يتفقم زيادة ويزود الاكتئاب والحالة النفسية عنده كمان يزود الاكتئاب جدا والحالة النفسية فاذا كل الحاجات دي حلاها حاجة واحدة انه نتعامل معها على اساس طبي وانه عندنا وعي ان فيه سن اعراض سن انقطاع الدورة عند الزوجة دي اهم مفهوم هنعمل له النهاردة انه اعراض سن اعراض انقطاع الدورة عند الزوجة تقابلها بالزبط بنفس التغيرات الهومية ونفس الاعراض الجسمانية معادة انقطاع الدورة طبعا تقابلها بالزبط عند الرجل انقطاع نفس الاعراض بالزبط تقابلها عند الرجل تمام هل يا دكتور تعتبر البروستاتا من او تضخم البروستاتا من الاعراض برضو ان السن يعني مثلا بعد سن الستين ممكن تكون تظهر تضخم في البروستاتا مشاكل من ناحية البروستاتا تمام دي بقى نقطة دانية مهمة الفكرة في إيه بقى هنا العكس لما بيوصل أواخر الأربعات أو أوائل الخمسينيات بيكون البروستات دي قدة موجودة حوالين مجرى البول من جوة وظيفتها الأساسية بتفرس سائل مغزل الحيوانات المنوية هو الهرمون الزاكر يبتدى يبقى عنده مثلا من سن 14 أو 15 لما يوصل لسنة الخمسين يبقى البروستات دي اتعرضت للهرمون الزاكر دا على مدى 35 سنة الهرمون الزاكر بيعمل في البروستات بيزود حجمها فإذا لما يكون عنده 30 سنة يبقى البروستات متعرضة للهرمون الزاكر 15 سنة بس فلسه ما كبرتش كل ما يكبر كل ما تزيد المدة اللي اتعرضت فيها هنا بقى الأعراض نتكة من الهرمون الزاكر مش من نقصه من تعرض الطويل له فكل ما يكبر البروستات بتكبر مع الهرمون الزاكر احنا قلنا انها حوالين مجرى البول فمن غير ما ندخل للناس في تفاصيل تشرحية من هاش لازمة بما انها حوالين مجرى البول فبتكبر 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 تضغف على مجرى البول فيبتدي الرجل يحس بصعوبة في التبول سواء صعوبة في بدء التبول او صعوبة في انهاءه وفي ناس يا دكتور بيحصل عندها تنقيط ما بيقاش عارف في البول تماما ده ايوان ده لما تزيد تضخمها او او نتيجة لعدم موجود تفريغ كامل فيبتدي ينقط بعد ده بيضايق جدا ده اعراض برضو عادية زي ما حديك قلت يعني زي الشعر لما يبيضي زي ما تجاعد تظهر عادي بس المهم نتعامل معها صح ودي اهميتها في ايه بقى دكتور الزكورة في الفترة دي دكتور الزكورة بيشوف المريض زي بالزبط دكتور النسا لما الزوجة ده انا بحس دايما ان الوعي عند السيدات اكتر من الرجال يعني مفيش راجل او يمكن برضو عشان راجل بياخده على كرامته شوية تلاقي السيدة مثلا اللي هي عندها وعي بيبسط منها جدا ياريت كل السيدات يبقوا كده عنده قرب سن انقطاع الدورة كده تروح لدكتور ناسا تقول لنا الدورة بتقطع عندي او مش منتظمة بسط وبتدي تحس بقى سان فيه اهم عرض عندها فوران الوش دوت الحمار اللي بيحصل في الصهد ده تعرفت جامد كمان الصهد ايجي لها صهد في الشام الراجل تقول لي بقى ايه انا عمشي معاك واحدة واحدة ايه التحليل اللي اعملها الحاجات الروتينية اجي لك كلها قد ايه عاوزين راجل يعمل كده بنعمل دايما تحليل اسمه PSA PSA ده اختصار لانزيم معين بتفرزه البرستاتا هو بيديني علامة حلوة اوي عن مدى تدخمها كل ما بتكبر كل ما بيزيد وكل ما يتزيد بقى فيها التهاب كل ما بيزيد يعني اي زيادة او اي حاجة تطرق على البرستاتا بيزيد وفيه لو لا قدر الله فيها ورم يزيد اوي يبقى ده لازم بنتابع مرة كل سنة كل سنة حتى من غير اعراض حتى انا ما عندوش الاعراض بنتابع الهرمون الزكري التسوستيرون بنتابع الكوليسترول بنتابع السكر خصوصا السكر التراكمي بتاعة الثلاث شهور ده اهم لفت طبعا لازم يبقى لازم يجي اه يعني كل ست شهور او بالكتير او كل سنة لا يستحسن كل ست شهور عشان نقدر نطمنه ان الاعراض دي اعراض طبيعية بس نبتدي نزبطها واحدة واحدة تمام خلينا نتكلم عن المشاكل يا دكتور حاجة بتقول ان المشاكل ممكن تكون مش عارف يتبول بشكل طبيعي ممكن يكون بيحصل طنقيد ممكن يكون يعني في بعض المشاكل اللي هو بيحس بيها من ناحية التبول نتعامل ازاي دكتور مع المشاكل دي يعني حاجة بتقول يعني لازم ان هو يروح عن دكتور من قبل ما يظهر اي حاجة بعد السن ده لكن لو حصل بقى فعلا حاجة العلاج بتاعها او علاج المشاكل دي التعامل معها بيكون عامل ازاي؟ بنعمل فحص للبرستاتا بالجهاز سونار تمام مخصوص جهاز مخصوص مش اي سونار لانه بياخدخل من خلال الشرك عشان يصورها بطريقة معينة ده بنحتاجه في المرة الاولانية للزيارة الروتينية للمريض لدكتور زكورة هنا بنتكلم سواء المريض اللي ما عندهش اعراض بعد الخمسين او المريض اللي عنده اعراض احنا عايزين نوسع الموضوع ونخلي فيه وعي عند الناس مش لازم تحس بأعراض عشان تيجي الدكتور الزكورة زي الشيكاب الطبيعي اللي تعمله السيدة مثلا على السادي على الرحم الكلام ده لازم الرجل يعمل نفس الشيكاب يبقى فيه وعي بعد الحلقة دي عند الرجال بالكشف الدوري عنده دكتور الزكورة باستمرار وبنعمل بي اي سي ايه والتحليل اللي احنا قلنا عليه اذا لقينا فيه مشكلة في الرغبة بيبقى نقص الهرمون الزكري بنديه بجرعات معينة وبنتابعه كمان مش بناخده الهرمون الزكري كده في الفراغ لا لازم بنتابعه ونشوف هنوقفه امتى ونتابعه بتحليل اذا كان فيه مشاكل في التبول فيه ادوية كتيرة دلوقتي عملت ثورة فيه علاج تضخم البرسالة بحيث انه بقى نادرة ما بيلجأ للجرع بتنتقلي نزول البول احسن واسهل بكتير قوي بتشتغل بطريقتين من غير تفاصيل تبقية فيه طريقة انها بتصغر حجم البرستاتا تمام وفيه طريقة تانية انها بتوسع مجرى البول شوية دول الميكانيزمين اللي اتنين ده علاج دوائي يا دكتور ده علاج دوائي ده علاج دوائي ده علاج دوائي ياخد دواء البرستاتا بنعمله الاشعاء اللي هي من خلال الشرق دي لازم بتتعامل بنلاقي البرستاتا حجمها قل فابتدى دقطه على مجرى البول يقل وفيه نوع تاني من الأدوية بنسميه موسعات شرعين بتوسع فتحة مجرى البول بتوسع مجرى البول عند البرستاتا من جوة وبالتالي بتعود الضغط بتاع البولستاتا شوي يعني هي البرستات ضغطة بس انا فتحت له مجرى البول سنة في بعض الدكاترة يا دكتور بيلجأ لتركيب أسطر هل تركيب الأسطر ده صح برضو يا دكتور دي بتبقى في الطوارئ دي بتبقى في الطوارئ بمعنى ده جعله احتباس بقى دي أسطر دي بقى حيدخل في سكة أسطره وجراح لكن نقدر نقول النسبة كبيرة أو فوق 80% من الحالات بنحتاج أدوية ومتابعة أدوية بتعتمد على تصغير حجم البولستاتا وأدوية تعتمد على أنها تفتح لنا مجرى البول شوية ومع متابعة بقية الحاجات التانية زي نقصة السوستيرون زي البي اس اي اي اللي هي دلالات البولستاتا مهمة جدا طبعا هنا بننصح كمان إذا كان فايدة أن يجي الدكتور الزكورة إن احنا نخلصه من حاجات سيئة إذا كان بيدخن مثلا يبطل تدخين ده أخطر سن يدخن فيه لدرجة إن دلالات البولستاتا المفروض هي الحد أربعة ده الرقم بتاع الطبيعة يعني ما تزدش عن أربعة لو زادت يبقى فيه التهاب أو تضخم أو حاجة مش كويسة في المدخنين بيخلوها لحد ستة يعني هي بترفع لحتى دلالات البولستاتا يعني إذا بتلقبط كل حاجة في الجسم بتضيع العلاقة الزوجية تماما سواء السجائر أو الشيشة هم الاثنين مدرين هم الاثنين ألعا مبهن أو الفيب أو الايكوس كل أي حاجة فيها دخان أي إن كان هي مدرة بيعلي دلالات الأورام عند البولستاتا وبيضع في العلاقة الزوجية جدا وبيزود الكوليسترول وبيضع في عمل الخصية إذن فإحنا دلوقتي بنتعامل مع رجل عايز رعاية خاصة في كل حاجة في الهرمونات في البولستاتا في العلاقة الزوجية في الرغبة الرغبة طبعا دي لما بتقل بتخلي الرجل نفسيا كمان بتزود الوكتئاب أكتر طيب حركة دكتور وإنت بتتكلم بتقول أني ممكن أوقات يعني مش بنسبة كبيرة لكن بيحصل نوع من أنواع الأورام في البروستاتا هل ده برضو بيبان من خلال الفحص هل بتكلم عن الصنار الشراجي؟ بنسبة دقة عالية الصنار الشراجي مع البي اس الاتنين مع بعض بيدوا نسبة عالية وبيعملوا تنبؤ كمان بيها زي فكرة الفحص الدوري للسيدات اللي عندهم تاريخ مرضي للكانسر في السدر الفحص الدوري اللي بيتعامل طبعاً الواحد مبسوط جداً فيه وعي جامد أو فيه معظم السيدات دلوقتي عندها فكرة عن الموضوع ده احنا عايزين نخلي نفس الفكرة دي نعممها بالنسبة للبروستاتا في السنة ده لا وخصوصاً في الناس اللي عندهم حاجتين تاريخ مرضي للكانسر في أي مكان تاني من الوالد أو العم بتاع المريض الحاجة التانية المدخنين لأن التدخين بيزود نسبة حدوث الكنسر احنا طبعاً أي حد ماشي في الشارع كده عارف أنه بيزود حدوث الكنسر في الرئة في اللسان لا هو بيزوده في أي مكان تاني في الجسم يعني العام الوراسي برضو مهم يا دكتور مهم موضوع ما بعد الستين ايوان اورام البروستاتا اه طبعاً طيب خلينا دكتور بندخل برضو على الجراحة يعني امتى بيتم أو ياخد الدكتور قرار باستقصال البروستاتا أو عمل جراحة للبروستاتا يعني دي في أحوال قليلة الحمد لله بتبقى بقى فيه احتباس بول كامل احتباس متكرر عدم القدرة على التبول تبتدي تعمل مضاعفات بقى تعمل ضغط على الكلة يعني البولي بتدي يضغط على الكلة يرجع وراء فيأثر على وظيفة الكلة كل الحاجات دي ممكن لان الجراحة او الاستقصال جزء ببروستاتا هي مش الاستقصال الكامل بيبقى في الاورام بس لكن في التضخم العادي بيعملوها من خلال منظار دي كلها بتؤسل للأسف سلبياً على العلاقة الزوجية ممكن تعمل ضعف كامل ما نقدرش نعاله غير بعملية دعامة غالباً لازم دعامة بعدها اي جراحة في البوليستاتا لازم بعدها نعمل له عملية دعامة عشان نقدر استقنف علاقته الزوجية وبالتالي فدي بنخليها اخر حاجة خالص لان هتستلزم جراحة تانية اللي هي عملية الدعامة اللي بنعملها لأي حاجة في البوليستاتا فبنخلينا ماشيين في العلاج لحد الا الحالات بقى زي ما قلنا اللي هي فيها احتباس كامل او تأثر في الكلة حاجة بقى بتهدد حياته لا في الحالة دي خلاص الدكتور بيضطر يلجأ للجراحة لان بعد الجراحة او بعد المنظر بتاع البوليستاتا لازم عملية دعامة هنتكلم اكتر دكتور عن مضعفات عملية البروليستاتا لكن استأذنك نطلع فاصل مشاهدينا خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنتكلم اكتر عن مضعفات عملية البروليستاتا هنتكلم كمان بشيء من التفصيل عن دوائل الخصية فاصل صغير ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم مشاهدينا مرة كمان بعد الفاصل وحلقتنا النهاردة حلقة مهمة وبنتكلم فيها عن الامراض التي تصيب الرجال بعد سن الستين وحب اقول لكل مشاهدينا اللي دايما بيتابعونا صفحتنا على الفيسبوك صفحة سي تي في ايجبت بيساعدنا دايما استقبال كل اسئلتكم وبيكون معنا نغبة هائلة من الاطباء بيجاوبونا على كل الاسئلة اللي حضرتكم دايما بتابعتوها عرفنا في الجزء الاول من حلقتنا ايه هي الامراض او الاعراض اللي ممكن تكون مصاحبة للرجل بعد سن الستين عرفنا كمان قد ايه فكرة ان انا اروح للدكتور وان انا اكشف وعرف اكتر عن الاعراض هل هي اعراض ممكن تحتاج لعلاج هل هي اعراض عابرة لمجرد ان انا عديت سن الستين قد ايه ده مهم جدا وكل ما يكون الكشف مبكر كل ما يكون سرعة الشفاء احسن وافضل واتكلمنا كمان عن تضخم البروساتة هنتكلم كمان عن مضاعفات عملية تضخم البروساتة هنتكلم بشيء من تفصيل عن دوالي الخصية واللي بيشرفنا النهاردة بالاجابة على كل اسئلتنا هو القيمة والقامة الكبيرة استاذ دكتور حامد عبدالله حامد استاذ الامراض الجلدية والتنسلية والعكمة كلية الطب جمعة القاهرة استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة واستشاري جراحات العكمة والضعف الجنسي طبعا دكتور حالك اتكلمت عن ممكن يكون فيه نوع من انواع المضاعفات اللي بتحصل بعد عملية البروساتة وهي فكرة العلاقة الزوجية ممكن تكون بتتأثر شوية فبيحتاج رجل يعمل دعامة هل فيه اعراض تانية دكتور ممكن تكون مصاحبة لعملية البروساتة او من مضاعفاتها يعني من ضمن المضاعفات يعني طبعا اهم حاجة بتحصل لها وعايزين نقول بتحصل لي الاستقصال الكامل في حالات الاورام بصبعا هنا بيبقى بنسميها life saving بتبقى عشان الدكتور الاورام يحمي حياة المريض فبيستقصل لبروستاتة بالكامل البروستاتة العصاب اللي دخل فيها هي نفس العصب اللي بيغزي الاعضاء التنسلات كلها وبالتالي فلما بيستقصل البروستاتة بالكامل احنا بديبقى عارفين متأكدين عشان الناس ما تقلقش الاستقصال الكامل للبروستاتة لازم يبقى مصحوب بيحصل ضعف كامل في العلاقة الزوجية ماشي هيقدر يمارس مثلا بعد العملية دي بشهر بيجي للمريض بنعمله عملية الدعامة بتاخد نص ساعة وبيقدر يمارس زي ما يكون لسه عنده 20 سنة مفيش مشكلة حتى لو اتعاملت من خلال منظار بيشيله جزء اللي بقى في التضخم العادي بيعمل من خلال منظار بيشيل جزء صغير سواء بالليزر او بالمنظار هو برضو بياخد غالبا في احوال كتير او بياخد العصب برضو اللي رايح للعضاء التنسولي فبيقدر بيحصل الضعف ده بنعمله دعم ساعات في احوال نادرة قوي بيبتدي القدرة التحكم في البول بتقل شوي لان المنطقة دي غنية بالاعصاب طبعا التقنيات الحديثة في التضخم البرستاتا ده احنا مش مكلمة على الورم الورم لا ده لازم استقصال كامل فاحنا عاني من الحاجات دي تعادي بالنسبة للمنظار اللي فيه ليزر او كده طبعا نقلل المضاعفات قوي بس برضو موجودة بنحتاج ان احنا بعدها نعمل تأهيل للمريض بنديره بعض الادوية وبعض تمرينات للحوض علشان يبتدي يبقى التحكم كويس يعني ليه علاج يا دكتور حتى لو هو علاج طبيعي علاج طبيعي وتنشيط للعصاب اه تمام عشان جاي حولك بتتكلم وتقول في الاول ان احنا اخر حال خالص بنقبله او بنرضى به لما تكون ليه تأثير على حياة او بتهدد حياة المريض هي جراحة اه احتباس بول بقى كامل هيهدد حياته او احتباس بول جزء زي ما منقول اللي هو بيبقى عامل ضغط على الكلا على ورم فيبتدي يقص على وظيف الكلا او ورم لكن في معادة زالي كلها ادوية لان الجراحة بتاعة البرستاتة بتنهي الحياة الزوجية تماما ولازم نعمله عملية دعامة بعدها تمام طيب خلينا دكتور نتكلم برضو عن دوائل الخصية وهل دوائل الخصية دكتور تعتبر من مؤشرات سن الستين زي ما بنتكلم ولا ملهاش علاقة او عامل السن مش هو العامل الاساسي لوجود دوائل في الخصية ده سؤال مهم الحقيقة بص هي دوائل الخصية من الناحية الكلاسيكية عموما هي بتينشأ مع سن البلوغة او وهنا بنواجه النظر للأباء والأمهات بالمناسبة السن بقى او انه هما يكونوا اصدقاء لأولادهم او والحقيقة بنبسط جدا من يجي لي اب مثلا مع ابنه او حتى ساعات ام بيقولها كل حاجة بيقولها كل الاعراض زي ما بيقولها مثلا انا مش بشوف الصبورة كويس عاملين النظارة يقولها مثلا انا لاحظت فيه تورم في الخصية عندي فعايز اروح للدكتورة اشوف ايه التورم ده عادي خالص زيها زي بالزبط بواجعة في البطن ضعف في النهار عادي فبنبسط جدا منهم فيه بقى طبعا حاجة مقابلة تلاقي الولد مثلا حس بانتفاخ في الخصية مع البلوغ وبيكسف يتكلم مع مامته يتكسف يتكلم مع بابا يجي لي مثلا حاجة وعشرين سنة او حتى بعد الجواز يقول لي اصلا انا كنت حس بيها من من ايام البلوغ بس انا كنت مش قادر اقول لبابا او ماما اي حاجة فهنا بنشجع الاباء والمهات انهم يكونوا اصدقاء لأولادهم فهي بتبتدي مع البلوغ عشان نستكمل دور الاباء والامهات برضو بالاضافة الدولة الخصية احنا قلنا يبقى دورك او دورك مهمة اوي معا في فترة البلوغ انه يقدر يبقى عنده السقة فيك ويتعاملك معاك زي اصدقائه يقول لك الحاجات اللي ظهرت عنده لازم برضو فترة الطفولة نتم بيها عشان لو في خصية معلقة لازم الام هي اول واحد بيكتشفها طيب ايه بقى اللي ممكن تبقى مشكلة الدوالي لو حصل في سن كبير يعني واحد ما عندهش دوالي اصدقى هي بتحصل دكتور بسبب السن ولا ممكن بتحصل بالصدفة في سن كبير اه للأسف بقى فيه نوع بيحصل بالصدفة هو عشان نطمن الناس هو نادر بس نادر في الطب ملهاش مفروض نفهمها صح شوية نادر مش معناها ان احنا ننساها هو كلمة نادرة الحدوث طبيا عشان الناس تبقى فاهمها يعني مثلا اقولي بتحصل واحد في المية او اتنين في المية يعني كل مئمية واحد بنلاقها في اتنين بس بس انا المريض اللي داخل عندي ملعادة ده هو واحد اه انا شعرف مين اللي بسطت فعشان كده احنا في الطب بنتعود دايما ومنقول الطلب عندنا ساعات مثلا ايجي لامتحان ايجي بامتحان للطلب عندنا في الاسر العيني في حاجة مش كومن قوي فتلاقي بقى الطلبة سواء في الماجستير او الدكتورة خارجيني طب يعني جبت لنا حاجة بتحصل مرة ما اقوله انت دكتور هي بتحصل واحد في الالف كل الالف بتلاقي واحدة لكن اللي داخل عندك في العيادة ده جايز هو الواحد ده فانت لو انت الحاجة الكومن انت عمرك ما هتنساها لانك بتشوفها كتير يعني انت حاجة بتحصل واحد في الالف التسعمية تسعة وتسعين انت بتشوفهم يوميا فهتنساهم ازاي اللما اللي ممكن تنساه اللي هو نسبة حدوثه قليلة فانا لازم اهتم في الامتحانات بالنسبة حدوثه قليلة مش النسبة حدوثه قليلة انت جايز يا دكتور غششت الطلبة ايه لا ما اسعد بقى ما بعمل لتنين بقى عشان ما اعتمدوش على كده اه وفي قاعدة بتقول ايه وده مهم اوي حتى لزمائلنا او تنامزاتنا على طباء زا ايكا نوت سي وات زا برين دا زا نوت نو انت عمرك ما هتدور على حاجة الا زا كانت في ذهنك اصلا ده يقول له بمناسبة الدوالي في السن الكبير احنا قلنا الدوالي دي سن الشباب والبلوغ وكده وسن الزواج لو عامل عدم انجابه مش عارض طيب واحد عنده خمسين سنة اللي هي الحلقة بتاعته النهاردة جيه قال لنا لاحظت انه عندي دوالي ما كانش عندي خالص لقيت فيه انتفاخات في الخصية كده بحس حسيت زي عروق منتفخة كتير قوي ده اقول له لأ احافظ بقى مش فاهم اقول له لا الدوالي ما بتحصلش في السن ده بالعكس اقول له تعالى النهاردة الدوالي اللي بتحصل في السن الكبير قد تكون قد تكون احنا بنقود دي نسبة قليلة بس النسبة قليلة خلاص عارفنا انه ملهاش معنا لان المريض اللي قدامي ده دلوقتي جايز يكون هو الواحد في الالف ده قد تكون فيه ورم على الكلة قفل بعض الاوردة اللي طالعة من الخصية للكلة فيه اتصال دايما بين الخصية والكلة لان الخصية بتتكون في المرحلة الجنينية جنب الكلة بتبقى جزء منها في الشهر السابع بتبقى الخصية هنا بتنزل في التاسع لما البيبي يجي تولد الشهرين دول بتنزل فيهم بتاخد مكانها تحت تماما فالاوردة مشتركة والاعصاب مشتركة فساعات فيه ورم بيحصل في الكلة فوق خالص بتبقى اول دلالاته وحدوث دوالي خصية تماما هنا بنسميها الدوالي الثانوية مش الاولية مش اللي طلعت بتاعة البلوغ لو الدكتور مش واخد باله من النقطة دي هي دي بقى الحالة الندرة اللي بقولك عشان كده بنمتحن الناس فيها بتوعى الماجستير والدكتوراه بالذات واللي طالب البكاريوس ومش مشكلة لكن الاخصائي والاستشاري اللي حنديروش عادة الدكتوراه ونخليه استشاري لو هو ناسي موضوع الدوالي اللي بتحسب في سن الخمسين وما عملش سنار بط ده ما ينفعش ده لازم يسعط على طول عرض لحاجة مهمة جدا يا دكتور عرض لحاجة مهمة يعني حاجة تكلمة على ورم بالزبط ورم على الكلة ورم في الكلة اللي هي حاجة اللي هي لازم نعرفها في أولها على طول وإلا بتهدد حياة الإنسان لأن ورم الكلة لو ما تعرفش في الأول بيتنقل على طول بسرعة قوي هو من الأورام الرخمة شوية من الأورام الأجريسيف العنيفة شديدة الانتشار تمام جوه الجسم يعني فلو الدكتور ما عندوش فكرة أن في دوالي في سن الخمسين اللي هو موضوع الحلقة دي يجيلي المريض يقولي أنا عندي دوال يقول لا يا عم دوالي في السن ده بعد ما شاب بقى لا ده في دوالي فعلا ممكن تحصل كده والنسبتها نادرة جدا حط تحتها كذا خط عشان الناس ما تقلقش لكن لو أنا نسيتها تبقى جريمة نسيانها جريمة يبقى ده ما ينفعش بأخصائي ولا استشار وغلا دكتور خالص اللي هو بينسى أن ممكن تحصل دوالي في سن كبير نتيجة الانسداد الأوردب نتيجة الولود مرض في الكلة قوله تعال انزل بسرعة اعمل سونار ورجعلي سونار بط نلاقي فيه ورم هل في أسباب تانية برضو دكتور لحدوث دوالي الخصية بعد سن الخمسين أو الستين ده أشهر سبب ده أهم سبب لأن ده بيهدد الحياة وده بيفوت على الناس كتير يعني معظم الناس ما تاخدش بالها قوي تمام فده من أهم الأسباب في السن ده سبب تاني بقى تكون هاي أساسا كانت موجودة بس بمرور الوقت بتبتدي تزيد في الحياة هي قصة الدوالي معناها أوردة منتفرة بتبقى نتجة من ضعفة في الأوردة في الجسم كله عموما فممكن بمرور الوقت مع الضعف العام اللي بيحصل في العضلات في الجسم لما الواحد بيكبر تبتدي تزيد في حجمها فتبتدي تدي ألم ما كدش بتدي قبل كده هي مش بتحصل لأول مرة هي بتزيد عارفة إزاي ما يكون واحد عنده فت ساعات الفت رعيني يقولك في بداية وكان حتى قدي كده بعد كده الفت بيوصل حاجم قدي كده مع مرور الوقت ضعف عضلات البط بيبتدي الفت يزيد لو بيحزق وخصوصا احنا هنا اتكلمنا في أول حلقة على صعوبة التباول نتيجة التدخم بورسات الحاجات اللي فيها حزق شوية بتزود أكتر تزود الفت والدوالي فيبتدي المريض يقوللي أنا ما كنتش بحس بيها قبل كده لاحزت بقت كتلة أوريدة كده حوالي خصوصا كانت موجودة بس كانت صغيرة وما بتعملش واجعة لما ابتديت بقى البورسات تتأثر فيها وابتديتها حزق وابتدي يبقى فيه دايما حزق فبتدي إيه الأوريدة دي تنتفخ أكتر فبتدي تدي ألم يعني هي الأعراض يا دكتور فكرة الألم ووجود خصية أكبر من الأخرى ولا الأوريدة برضو برز أكتر على الخصية أكتر من الحجم تمام ده سؤال لتنين يعني هو ممكن تبان له كحجم ممكن تبان كأوريدة يعني ساعات بتبقى الأوريدة دخلة في بعضها أو فتدي كتلة كده فوق الخصية المريض طبعا مش هيقدر يميز وممكن تبقى أوريدة ظاهرة قوي وممكن تكون كت موجودة وزادت تمام وممكن بقى أختارهم اللي ما كانتش موجودة وحصل وبالتالي فإحنا كقاعدة بنشجع دايماً للناس على الذهاب لدكتور الزكورة أي تغير في حجم الخصية عندك أي ألم حديث في الخصية وخصوصاً الدوال اللي قلنا نتيجة الورم بعد سن الخمسين دي بتبقى سريعة التكون دي نقطة مهمة قوي الدكتور الشاطر يلاحظها يعني بنسأل المريض عشان كده فكرة بقى العلاج من خلال الواتساب والمسينجر والحاجات دي دي ممنوع حتى ممنوع قانوناً ورقنا بينشف مع المرضى أقول له مفيش بديل عني أشوفك جوا عياتي قاعد قدام مكتبي أنت بتسأليه في سؤال مهم قوي الدوالي دي حصلت في خلال قدق يقول لك والله لحد الشهر اللي فات كانت الخصية عادية جدا في خلال شهر لقيت خصية بيتقدي كده وخصية تاني عادية دي غالباً وراء يعني الدوالي سريعة التكون الدوالي دي زي ما أقول لك العامة الطبيعية العادية بتبقى نتجي عن ضعف في الأولادة فبتاخد سنين تمام لكن اللي بتحصل ماسي بيقول للشهر اللي فات قولوا لازم تعمل سونار باطمة دلوقتي ونديك معهد الأورام دلوقتي على طول هل يا دكتور علاجها سهل الدوالي يعني لو بنتكلم بعيداً عن الدوالي المصحبة بالأورام علاجها بيكون سهل علاجها سهل بس لازم عملية مفيش طبعاً في علاج الدواء الدواء للدوالي دي خرافة مفيش الدوالي دي زي زي الفتاة أنا بسأل لما يقول لي مفيش علاج بدل الجراحة أقول له طب أنت دلوقتي عندك فتاة هتاخد أرس دواء كده يختفي عندك حصوة في المرارة تاخد أرس دواء تسحت لا الحصوة مش موجودة لازم تتشال الدوالي اتواجدت لازم تتشال ولازم تتشال جراحة مكروسكوبية بفتحة صغيرة بعيداً عن الخصي هنا بتاخد في إجراءها في أعدود ربع سهل والمريض بيروح في نفسه ممكن ببنجة موضعية فمفيش أي مبرر لتأجيل عملية الزوال إذا كانت عاملة ألم إذا كانت عاملة أخر في الإنجاب إذا كانت ساعة حتى عاملة ضخم في الخصي بتعوق الحركة ساعة ساعة بيبقى حجمها كبير قوي فبتعوق الحركة الأعادل وفي الماشي كده كل الشكر لك يا دكتور بجد على نصيح الغالية وعلى المعلومات القيمة اللي دايماً حضرتك بتقول لنا عليها يعني مبسوطين وسعدة بجد بجود حرك معنا كان معنا النهاردة أستاذ دكتور حامد عبدالله حامد أستاذ الأمراض الجلدية والتنسلية والعقم كلية الطب جمعة القاهرة استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة واستشاري جراحات العقم والضعف الجنسي ودي كانت نهاية حلقتنا نتمنى أن حلقتنا تكون أفادتكم استنونا في حلقات تانية وصحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة